موسيقى من دون سجادة حمراء وحيدا من دون مستقبلين وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى قمة العشرين في الصين على خلاف الزعماء الآخرين المشاركين في القمة تقصد الصينيون إهانة بريتوكولية لم تقتصر حتى على الرئيس بل طالت أعضاء بعثته أيضا ومنهم سوزان رئيس لم تكن الإهانة الوحيدة التي تعرض لها أوباما خلال هذه الزيارة ولم تكن الصين الوحيدة التي وجهت الإهانة الرئيس الفلبيني لأسبابه أهان أوباما علانية في مؤتمر صحفي لعنا إياه ومكيلنا السباب لها ما ألغى اجتماعا محتملا بين الرجلين لقطات أخرى لم تكن لصالح أوباما خلال قمة العشرين لقطة تظهره يسعى وراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسلام عليها والصورة الجماعية التي تجمع الزعماء أظهرت أوباما بصورة متردد غير الواثق قد يكون كل هذا كثيرا ليتحمله رئيس البلد الأقوى في العالم ولكن هذا الرئيس الأمريكي لم يكن منفردا في تلقي الإهانات في الأشهر القليلة المتبقية له في البيت الأبيض وفي الأشهر الأخيرة في السلطة لقب الرئيس الأمريكي المستحق بالبطة العرجاء العرج يأتي من عدم قدرة الرئيس على اتخاذ أي قرارات حاسمة سواء داخليا أو خارجيا وأيضا هو عرضة لتلقي الإهانات التي لا تعبر عن شخصه فقط بل عن أداء إدارته لولايتين متتاليتين في الغالب لموذجان إثنان سبق أوباما في تلقي الإهانات فسلف أوباما كان من المعسكر الجمهوري أنهى فترة رئاسته بلقطة حذاء صحفي عراقي على رأسه ضربة كانت العلامة الفارقة في وداع بوش في آخر أيامه وجاءت على أطلال التكلفة البشرية المؤلمة للاحتلال الأمريكي للعراق بهدف تحريره من صدام حسين ما كلف العراق نفسه وسبق بوش في تلقي الإهانات بيلي كلينتون رغم أنه من المعسكر الديمقراطي نفس فريق أوباما إلا أن كلينتون أمضى آخر أيامه بل آخر سنينه في البيت الأبيض وهو يدار آثارا جانبية لسلسلة فضائح قسمات ظهر البيت الأبيض برمزيته حيث لم يشهد عهد رئيس أمريكي كما من الفضائح كما شهد عهد كلينتون فضائح لازمته حتى آخر أيامه منها على سبيل المثال للحصر تريفيل جيت ومونيكا جيت وأندونيسا جيت ولم تختصر عليها هو فقط وإنما ارتبطت أيضا بزوجته هيلاري كلينتون وهي المرشحة الديمقراطية لرئاسة البيت الأبيض رغم أن الفضائحة وسمت البيت الأبيض منذ عهد الرئيس الأمريكي السابع والثلاثين ريتشارد نيكسون صاحب فضيحة ويترغيت الشهيرة إلا أن العهود التي تلته لم تكن بالسوء والفضائحية التي وسمت عهود آخر ثلاثة رؤساء أمريكيين كلينتون بوش أوباما بهذا الثلاثي بات البيت الأبيض مستحقا لوصف قليل هيبة فقدتها لدرجة أننا قد نرى شخصا كدونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة فاقدة الهيبة شكرا